بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم معكم مهندس أشرف رمضان إن شاء الله النهاردة هتكلم عن الريزر دايجرام الخاص بنظام الفير ألارن سيستم نظام انذار الحريق طبعا زي ما شفنا في فيديو سابق على القناة المكونات الرئيسية لنظام انذار الحريق وشفنا شرح كامل لانذار الحريق في فيديو سابق النهاردة هتكلم على المخطط الأحادي أو بيسموه الريزر دايجرام طبعا هو الاسم الصحيح في حالة اللو كارنت الريزر دايجرام أنا هتكلم عن الريزر دايجرام في أحد المشاريع بالتفصيل عايز الناس تركز على أساس إن احنا نبدأ نمشي واحدة واحدة في المخطط أول حاجة ببدأ أشوفها بفكر الناس بالمكونات الخاصة بنظام انذار الحريق من أهم المكونات وأول مكونات اللي هندرسها اللي هو السموك ديتكتور احنا خدنا طبعا في حالات انذار الحريق في عندي الكونفنشنل تمام سيستم والأدريسابول سيستم احنا بنشتغل على الأدريسابول سيستم لأن الكونفنشنل ده نظام قديم النظام الموجود حاليا اللي هو الأدريسابول يبقى أنا بشتغل على نظام أدريسابول أنا هنا بعمل رمز دايرة وبحط جواها sd ده مش شرط يبقى الرمز اللي كل الناس تحطه أنا عامل كده في المخطط بتاعي على أساس أن أنا أميز السموك ديتكتور خدنا في المحاضرة السابقة أنواع السموك ديتكتور في منها الايونيزيشن طيب ارجع للمحاضرة الخاصة بأنظمة انذار الحريق هتلاقي شرح تفصيلي لهذا الموضوع يبقى أنا عندي دايرة جواها sd s أول حرف من سموك ودي ديتكتور يبقى ده ادريسابول سموك ديتكتور نوعه ايونيز او ايونيزيشن طيب يبقى أنا لما أشوف دايرة جواها sd يبقى ده سموك ديتكتور طيب النوع الثاني اللي أنا هشتغل عليه من الديتكتور اللي هو بيركب على وحدات الهو داخل الدكتات بتاعت التكييف اللي هو ادريسابول داكت سموك ديتكتور اللي هو الدكت ديتكتور يا شباب أنا عامل دايرة جواها حرف دي أول حرفه من كلمة دكت عشان أميز الدكت ديتكتور بعدكده واخد الهيت الهيت ديتكتور ادريسابول تمام وقولنا فيه من نوعين من الهيت ديتكتور أرجع للمحاضرة واشوفهم أنا هنا باستخدم ال Reid of rise يبقى h أول حرف من heat وديي ديتكتور يبقى ادريسابول rate of rise heat ديتكتور عامل مربع وحضط جواه حرف الف اللي هو البراجلس تمام او المانوال كول بوينت اللي هي الكاسر الزجاجي يبقى انت لما تشوف الف جواه المربع دي معناها مانوال او برياجلس كول بوينت واخد مربع كده وحضط في اي دائرة ونسمي ده ساوند بيل ده الجرس بتاعنا الجرس بتاعي الساوند بيل بعد كده المكونات اللي انا شرحتها بالتفصيل يا شباب المونتور ميديول الائم ام منوتور ميديول او الحرف من المونتور اللي هي الائم و موديول ام يبقى انا حطيت مستطيل كده وحطيت جواه m ام ده المونتور ميديول عشان اقدر اعمل منوترنج لسستم بتاعي اللوحة بتاعة الفاير الارم انا سميتها خطة أول حرفه من كل واحدة وحطيته جوه مستطيل Fire Alarm Control Panel بعد كده ال Control Module و ال Control Module Relay عشان اقدر اعمل تحكم في السيجنالز اللي بتاخد فلطات تعالية وقدر اعمل On و Off للحاجات اللي انا عايز اشغالها يبقى انا في عندي Control Module و Control Module Relay Control Module Control Module Relay ارجع للمحاضرة الخاصة بشرح Fire Alarm على القناة بعد كده عندي Motor Control Center اللي هو المركز التحكم فيه المواتير اللي هو التحكم فيه سرعات المواتير والبمبات والكلام ده انا مسميها MCC طبعا اللوحة اللي هي لوحة DDC اللي هي موجودة في ال PMS DDC اول تلات حروف من Digital Direct Controller يبقى DDC معناها Digital Direct Controller عامل في الميكانيكا طبعا فيه عندنا في Fire Fighting System فيه Flow Switch متدي له رمز F-S فيه Super Visory Switch ده نوع من سويتش هات فيه البمبات بتاعة قواء الحريق والAxis Control Access Control System متدي له دائرة وحط بجواء ACS وبعد كده موصل للديتكتور يا شباب الديتكتور موصل له كابل 16 AWG ده بتاع الكابل American Wire Gage ده كابل خاص بالديتكتور واصل في مسورة تمام الفاي بتاعها 25 ميلي نوع المسورة EMT وموصل للبل وموصل للجرس بتاعي تمام موصل له كابل 14 AWG داخل مسورة 25 ميلي EMT لو بدأنا نبص على الرايزر دايجرام ببدأ دايما من التحكم هنا فيه عندي تمام السيرفر اللي بيعمل عملية التحكم او المين كنترولر اللي بتحكم فيه نظام الفايير الارم باخد منه بروح للفايير الارم كنترول بانيل انا هنا عندي في احد المشاريع في عندي اتنين فايير الارم كنترول بانيل تمام من هانويل XLS 3000 تمام في عندي واحدة والتانية طبعا بيوصل معاها بتاري باكاب وبيوصل بتوصل على ال يو بي اس بيطلع طبعا من الفايير الارم كنترول بانيل يا شباب تمام بوصل لو انا عندي مثلا بربط مجموعة مباني ببعض وفي مبنى رئيسي بربط عليه بروح للمين بلدنج تمام كابل تاني بيروح من سروق ديلر ان انا بعمل عملية ارسال لرسالة اوتوماتيكية للدفاع المدني او للمكان الرئيسي اللي انا بربط عليه بحيس يعرف مكان الحريق طبعا ده ربط للمبنى الرئيسي اللي انا بربط عليه برضو تمام بعد كده ببدأ اشوف فيه عندي هنا خطوط لونها ازرق وخطوط لونها اخضر اللي انا بصيت كده الخط اللونه ازرق ده شباب الخط اللونه ازرق ده باور سبلاي انا طبعا هنا بوصل بكابلات في بعض الكمبوننت بياخد الباور والداتا مع بعض وفي مكونات لازم اوصل لها باور مستقل زي ما احنا هنبدأ نشوف فانا هنا باخد اللوب ببدأ اللوب بتاعتي بامشي اهو رقم واحد بنزل تحت بلاقي عندي انا مقسم المبنى لمجموعة من اللوب مجموعة من الحلقات تمام المغلقة بابدأ بلوب وامشي اعدي على وقفل اللوب وارجع للكنترول بانيل تاني بانا لازم احدد الستارت اوف لوب ودي كل لوب رقم فانا هنا والله بادئ في البيزم انت عندي في الدور القبو تمام في عندي هنا مخزن مثلا فانا بدأت حطيت هيت دي تيكتور طبعا في المخازن او بحط هيت دي تيكتور فانا بديله لوب واحد يبقى لما هاجي امشي في اي دور هلاقي مثلا لوب خمسة يبقى انا ماشي في لوب خمسة لوب اتنين ماشي في لوب اتنين يبقى اي رمز هلاقي ل كزا اهو هنا ل اربعة تمام يبقى دي معناها لوب اربعة يبقى دي ل معناها اول حرف من كلمة لوب لوب واحد دي دي اللي هو ديتكتور ديتكتور كل انواع ديتكتور انا بعرفه من الرمز زي ما قلنا انا حاطط هنا هيت وي دي اللي هو وهييت ديتكتور وهاطط كمان المكان ورقم اللي هو مخزن حاططه رقم كزا حاطط فيه ديتكتور الباركنج برضو حاطط ديتكتور زي ما انتم شايفين بناخد ندخل على نوصل في نقطتين ونطلع من النقطتين دول روح رايحين على وهكذا وبكتب المكان اللي موجود فيه من ده كله في الباركنج في أنا كده ماشي في لوب واحد ودي ديتكتور معايا الحد ديتكتور كام ديتكتور اتناشر ده كله ديتكتور بعد كده روح تمركب يا شباب واخد كابل اللي هو داخل على كنترول موديول كنترول موديول عشان قدر اعمل عملية التحكم وموصل للاتنين كومبونان دول بركاب فوق بعض اللي هو الجرس تمام الجرس متديله اف ايه زير وثلاثة وهنا في اللوب بتاعت اللوب واحد فيه عندي الاف زي ما قلنا اللي هي المانوال بريك جلس المانوال بريك جلس هنلاقي الكنترول موديول والجرس والمانوال بريك جلس بتكرره معنا كل شوية بنمشي اهو في اللوب هيت دي تيكتور عشان ده كله باركنج او ستور هيت دي تيكتور بعد كده تكرر التلات مكونات اللي احنا قلنا عليهم المانوال بريك جلس والكنترول موديول والبيل تمام ماشيين في اللوب برضو مكملين اهو بعد كده جي هنا اخر اللوب لا ما قفلتش معي اللوب لسه مكمل برضو هيت دي تيكتور هيت دي تيكتور والتلاتة اللي بتكرره معنا اهو نفس القصة ماشي ماشي لحد ما وصلت لاخر اللوب يبقى انا بدأت هين ومشيت هنا لحد اخر اللوب واحد هروح طالع بلوب واحد وارجع لمين وارجع لفاير الارم كنترول يبقى احنا مشينا لوب كامل اهو من وامشي تمام يبقى انا بطلع بكبل وامشي بي وارجع تاني يبقى كل لوب واخد سلكتين انا ماشي بسلكة كده اهو بأوصل باللي بعده باللي بعده باللي بعده او بال او بالمانوال بريك وباخد ارجع تاني بالفردة دي كده وارح داخل على ال اللي عملته ده في دور معين هعمله في باقي الادوار تعالوا نشوف مثلا الدور ده مثلا بدأنا حط لان دي كوريدور طرقة طبعا بحط فيها بحط الست يبقى لوب ست دي زيرو وان يعني دي تكتور زيرو وان يعني الديتكتور الاول في هزه اللوب تمام وده سموك ديتكتور لان هو دايرة جواها سموك ديتكتور هامشي دي كلها كوريدور بحط كنترول موديول وماشي تمام اهو ممكن احط مونتور موديول عشان ابدأ اشوف يعني هو هنا حاطط في في غرفة الاتصالات تمام حاطط عندي مونتور موديول عشان يقدر يتابع تمام الشغل بتاع ده خاص بنظام اطفاء الحريق يبقى لما يكون عايز يشوف بيركب بيركب مونتور موديول مونتور موديول على ماشي اهو في يبقى هيحط برضو تمام ودخل على موديول والفاير بيل والفاير اه مانوال بريك ماشي برضو اهو بيكرر تلات مكونات طبعا دي مسلا قاعة حاطط برضو كمام ماشي بنفس مفيش مشاكل جي هنا عند عشان بيوصلوا على بيوصلوا بالاكسس دور لان احنا هنعمل مفروض لما يحصل حريق الاكسس دور بيفتح طبعا عشان اقدر افتح الباب ده لازم اركب ريلي لازم اركب ريلي بعد كده ادي موديول زي ما احنا شفنا عند تمام ماشي وغرف نفس القصة ما فيش مشاكل كنترول موديول ريلي اه عايز تشغل ايه دلوقتي عايز في الاليفيتور طبعا انا دلوقتي عايز تشغل الاليفيتور افتح واقفل الاسانسير تمام او المصعد هفتح واقفل المصعد ده ازاي لازم اركب كنترول موديول ريلي لو عايز افتح باب كنترول موديول ريلي وهكذا ماشي معايا تمام كنبولة انتعدية جدا لسه ده كله احنا ما وصلناش لنهاية اللوب ماشي في اللوب دي من دور رايح لدور اللي بعده تمام ادي عندي كنترول موديول اللي ادي كوريدور تمام برضو على اكسس دور على باب باب كده في عندي هنا شباب رحنا ملاحظين في دي بدأت تظهر ايه دي دي يا شباب دي 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 يبقى نا في لوب ستة دي هنا دي 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 تمام مية وتلاتة وصل على اي اتش اي 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 تمام? داخل عايز اعمل ايه? عايز اشغل اتشيو واحد او اتشيو اتنين مية واحد او مية واحد وعشرين ومية وعشرة واحد ايه واحد بي. يبقى انا لازم اركبها وطبعا الاتشيوز دي بتبقى انا براق اوصل في الام سي سي الموتور كنترول سنتر. يبقى انا دايما اي حاجة عايز اوصل واشغل حاجة افتح بابة افتح مش عارف ايه. بركب طبعا الوحدة الخاصة بالكنترول موديول ريلي. الديكتور بيركب على طبعا مع كده كوريدور وغرف عادية سموك ديكتور. جي انا قال لي والله ده خلاص انا خلصت عند ده اللي هو الستة دي مية وتلات داشر دي كوريدور ده سموك ديكتور رح واخد اللوب دي وراجع بيها تاني ورايح على اللوحة اللي انا بشتغل عليها. خلينا نبدأ نشوف لو انا رحت على الروف الروف في عندي اي اتش يوز اير هاندلينج يونيت بلازم اركب داكت ديكتور في عندي هنا اي اتش يو روم عايز ادخل على الروم نفسها على اكسز او عايز ادخل على الموتور كنترول سنتر لازم ادخل كنترول موديول ريلي. طبعا في الجرس اللي هو البيل والمانوال كول بوينت ادي داكتور وسموك ديكتور والريلي اهو ريلي واصل على غرف الاليفيتورز تمام اللي هي المصاعد بتاعتي ادي داكتور بعد كده سموك ديكتور وهكذا لحد ما اقفل تمام كل الدياجرام وبالتالي انا بدأت اشوف بدأت اشوف كل المكونات الخاصة بانظمة الفاير الالارم سيستم بالتفصيل سبعا كانت سموك ديتكتور هي ديتكتور داكت ديتكتور او الجرس او البريك جلاس او المونتور كنترول موديول وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة باللو كارنت والكهرباء الباور والطاقة الشمسية بصفة عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته